موسيقى تتابعون موجزا لهمي لنباء من الجزائر الدولية اهلا بكم وفي المستهل اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة بقيادة المتطرف اتمر بنا غفير الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته في الأثناء انتشرت عناصر شرطة الاحتلال الصهيوني والوحدات الخاصة في ساحات الحرم وأقدمت على إبعاد المصليين والمرابطين عن مسار اقتحامات بنغفير والمستوطنين للمسجد الأقصى هذا وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة اقتحام المتطرف اتمر بنغفير ساحات المسجد الأقصى المبارك وقال أبوردينة إن محاولات بنغفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد كما دع أبوردينة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري مؤكداً أن المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار وقع وفداء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقع الوفدين خلال المحادثات الجارية بمدينة جدا في المملكة العربية السعودية على اتفاق هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار يبدأ سريانه على هذا الاتفاق الذي يدوم سبعة أيام ويبدأ سيرانه اعتباراً من الاثنين ويشمل خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية وتشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين كما يشدد الاتفاق على السماح بجمع جثمين قتل الاجتباكات ودفنها أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب مجدداً تمسك الحكومة المالية بتنفيذ اتفاق السلام والمصالح المنبثق عن مساري الجزائر وخلال لقاء مع رؤسي البعثات الدبلوماسية والقنصولية ومسؤولية المنظمات الدولية المعتمدة في باماكو أوضح ديوب أنه يجري تصور وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمسار السياسي في إطار مقاربة توفقية وشاملة وأشار ديوب إلى أن السلطات اتخذت إجراءات قوية ولا رجعت فيها للعودة إلى نظام دستوري آمن وسلمي مضيفاً أن استدعاء الهيئة الداخلية أو الهيئة الناخبة للاستفتاء الدستوري المقرر في الثامن عشر جوان المقبل يندرج ضمن هذه الديناميكية أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بياننا السبت بسط سيطرتها الكاملة على مدينة بخموت شرقي أوكرانيا وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية وأكد أن فرق الهجوم التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية استكملت تحرير مدينة بخموت وفق البيان هذا وهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات بلاده على تحرير بخموت وفي المقابل أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيليهسكي أكد الأحد خسارة مدينة بخموت أمام القوات الروسية نهاية هذا الموجة تابعوا الوانفور نيوز على منصات تواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الجزار الدولية في خدمتكم طبط أوقاتكم إلى اللقاء